اشتركوا في القناة الملكية السامية السليلة والرشيدة في مختلفة خطبه ونسائله السامية انخرطت المملكة المغربية منذ ألب بعيد بكل إمكانياتها في مجال تدبير الأزمات والكواند الطبيعية التي أضحلت صلب اهتمام السوريين أبناء ضرورة السياسات العمومية المغربية منعلم أكبر ببال التنبير العقداني والمتميز لسلزاج الحوض الأخير غير أن الزلازل دون عن بقية الكواند الطبيعية المغربة تفرض اهتماما خاصة من كل حكومات العالم نظر لما تخلفه من تداعيات خطيرة يصعب تجاودها على المدين المتوسط والقريق أن العالم اليوم أصبح أكثر من أي وقت مضى معارضا لمخاطر الكواند الطبيعية وتداعياتها الخطيرة الاقتصادية والاجتماعية حيث بات من المؤكد ازدياد تعرض كوكامل لهذه الأخطار جراء التغيرات المناخية غير مسبوقة فلقد خلفت الكواند الطبيعية بين سنتين ألفين وألفين واثنين أخر حوالي مليونين قتيل وخسائر انتصابية تقدر باثنين تريليون دولار حيث خلفت صناني مثلا صناني سنقرة الذي ضرب سواحي أندونيسيا سنة ألفين أكثر من مئاتين وخمسين ألف قتيل إذن يأتي نعقاد هذا المؤتمر الدولي في نسخته الأولى بعد كارثة الزلزال التي ضربت منطقة الحوز والتي خلفت خسائر مادية وبشرية جسيمة وهي فرصة من أجل تضار السعدة من القضايا العلمية المرتبطة بظاهرة الزلازل خصوصا وظاهرة الكواري الطبيعية على وجه العموم في هذا المؤتمر يلتئم نخبة من الباحثين والأكاديميين والخبراء من المغرب من إسبانيا وكذلك من البرتغال من أجل تضارس وفهم أعمق لظاهرة الزلزال والكواري الطبيعية ومن أجل تحديد سبل التدخل والإنقاذ في هذا المؤتمر ستشكل منصة علمية سيتم استمارها لاحقا من أجل مساعدة دوي القرار على وضع الاستراتيجيات التدخل وكذلك المخططات التنموية في المناطق المتضررة من الكواري الطبيعية عموما طبعا يأتي تنظيم هذا المؤتمر في سياق الفاجعة التي عرفتها منطقة الحوز في سبتمبر الماضي مباشرة بعد هذا الحادث المفجع الذي عرفه المغرب فكرنا في عقد ندوة دولية موسومة بالصمود وتقوية الصمود والتأقل مع الكواري الطبيعية واخترنا موضوع هذه الدورة خطر زلازل كتيمة أساسية التي ستكون محور هذه الندوة طبعا برنامج الندوة هو غني بالمداخلات التي حارصنا على أن تكون المداخلات من مختلف تخصصات والمشارب العلمية لكي نعالج خطر الزلازل والكواري الطبيعية بشكل مندمج أن تكون رؤية مندمجة لهذا الخطر هناك مداخلات في الجانب المتعلق أو يقوم بها متخصصون في علم الزلازل وكذلك هناك علماء باحثون في الجيولوجيا والجغرافية وعلم النافس بمعنى أن تكفل وموليك شرك له قبلات بأننا مهدنش مختصين في المسألة فلنرح مختصين في مجالات ربما بشكل نظري ربما ولكن في الإرجانس والإرجانس هنا محسنا أن نحضرها إيه في اللحظة الأولى وكينا إن إرجانس بمعنى أنه يمكن أن نفره الجانب المادي كامل لأنه يمكن أن نفره الجانب المادي ولكن يمكن أن يعطينا بالإطار عنصر لأنه يمكن أن يكون مجرين يمكن أن يكون بلينة بالأحداث لأنه فيها صدمات كوية إلا ما كانش متابعة إلا ما دلنا لها أشوح منه الترانسفير إذن لابد وضروري لأننا نسمعنا الكامل نعتقد بأن هذا المؤتمر التي أتى بعدها ربما مدة قصيرة مع العلم بأن كانت مؤتمرات قبل هذا المؤتمر أولا أنها تذكرنا بأن قضية الزلزال أو الكوارث الطبيعية هي حاضرة وتخرجنا مما أسميه وهم الخلود فإذن مداخلتي كانت في اتجاه أن الزلزال الأخير هو ذكرنا بشيئين مهمين جدا أولا موجة التضامن للمغربي وهذا يشهد لنا على أننا شعب له تقافة مرسخة منذ قرون لحضورنا اليوم في هذه الأشغال للمنطقة الدولية حول الزلازل لتيبيان الضور المدرية العامة للأمل الوطني في تدبير هذه الأزمة بطبيعة الحال بانتقال واحدة مجموعة دي العناصر الأمنية إلى عين المكان كأول وهلة بطبيعة الحال من بعد ذلك تكون هناك مجموعة من الفرق المتخصصة التي تنتقل إلى عين المكان للمساعدة في تدبير هذا الخرق إذن تأتي المشاركة اليوم من طرف المعهد في إطار هذا المؤتمر الدولي لأجل التصدي والتكيف للكوارث الطبيعية وبالتحديث عن مخاطر الزلازل التعرف عليها ومحاولة دراستها يعني جاءت من أجل تبادل الخبرات من طرف المعهد نظم الربوطات والربوط المستعمل في إنقاذ ضحايا الزلازل مع السلطة المغربية إذن نبيت النيذاء كمغربي باحث في هذا المعهد أجل تبادل هذه الخبرة مع المملكة المغربية ولما لا العمل سويا في المستقبل نحو مشاريع موحدة من أجل الاستفادة من هذه الربوطات لو حددت هناك زلازل في المستقبل قدر الله والتي يمكن تلخيصها في النقطة التالية مراجعة وتحيين الخرائط التكتونية وتحديد المواقع الجغرافية بدقة للفواغل الجيونوجية النشطة مراجعة المعطيات الزلزالية حتى يتسنى الحصول على خرائط للنشاط الزلزالي أكثر دقة من حيث إحداثيات بؤر الزلازل وعمقها ودع المعطيات الزلزالية الوطنية رهن إشارة تعاون العلمي بين الباحثين الجامعيين والمعلمين بهذا التخصص